هذا وقد تجهلت قناة الجزيرة القطرية مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي وامتلعت عن بث أو نشر أي أخبار أو تقارير عنه متعللة بحجج وهي تعرضت القناة القطرية التي فقدت الكثير من جمهورها إلى انتقادات واسعة بسبب تجاهل المؤتمر ويقول محللون إعلاميون إن الأزمة القطرية حولت القناة إلى منصة لمهاجمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مشككين بشعارها الشهير الرأي والرأي الآخر الذي ترفعه منذ نحو 20 عاما لم تتوقف قناة الجزيرة القطرية يوما عن ممارسة دورها المشبوه في دعم الحركات الإرهابية والمزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وذلك عبر تزييف الحقائق وتحويرها بما يتناسب وأجنداتها السياسية الخدامة للسياسة القطرية الخارجية رغم ما تدعيه من حيادية كاذبة وصدقية عارية ومهنية زائفة فهي تكرس كل كوادرها التي لم تتوقف بالتفاخر بقدراتها وأعدادها لتغطية الأحداث الداعمة لموقفها تضخم أصوات الباطل في أي دولة لا تتفق معها سياسيا لتزعزع الأمن فيها ثم تسقط النظام وفي المقابل تحجم كل صوت يختلف مع توجهاتها سعيا لإخفائه وتزيح بصارها عنه بأعذار وهية لا يفترض على من يستميت بالدعاء المهنية الإعلامية أن تكون له عائق وما يؤكد تخاذل قناة الجزيرة مع معاييرها ومع مشاهديها هو ابتعادها عن أهم المبادئ التي تدعيها المصداقية في نقل الرأي والرأي الآخر والانحياز عن أي رأي أو صوت ينتقد سياسة النظام القطري الداخلية أو الخارجية وهذا ما حدث في لندن فقد ابتعدت القناة عن تغطية أي خبر أو صورة تنقل واقع ما دار في مؤتمر المعارضة القطرية والذي حمل عنوان قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي الذي بحث في الأزمة القطرية مع محيطها وسياسات الحكومة القطرية المثيرة للجدل بمشاركة معارضين قطريين وساسة وأكاديميين عالميين وقامت القناة بنشر خبر لتقول فيه إنها قد منعت من تغطية المؤتمر أو يعقل أن قناة الجزيرة ذات القوة الخارقة كما تزعم تعجز بشبكة مراسليها وسماسرة أخبارها عن الحصول على معلومات ومحاور المؤتمر وما يدور في أروقته ومحاضراته أم أنه الخوف من نشر ما طريح في المؤتمر من أدلة دامغة وحقائق تعمي أعينهم وتضعهم والنظام في خانة اليك فهذا المؤتمر أكاديمي لا يؤول المعلومات ولا يختلق الأحداث وهو ينبض في صميم الأزمة القطرية التي باتت المادة الإعلامية الأولى في قناة الجزيرة فما بالها تنحاز عن مبادئها وتهمش هذا الصوت الذي يهدف إلى إبراز حقائق الأمور التي تشحدها قطر وإفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الحكومة في الدوحة ولم يكتف النظام القطري في إيجاد شبكة إعلامية واسعة ومراكز بحوث يسميها قوته الناعمة ويتفاخر بها على الملأ بل لجأ إلى استخدام أدواته المادية ودفع الرشاوة وشن الحملات الإعلامية في محاولة لإيقاف إنعقاد المؤتمر بحسب ما أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية في العاصمة البريطانية لندن خالد الهيل وذلك ليس بغريب على هذا النظام الذي سبق أن دفع المليارات من الرشاوة للحصول على موافقة إقامة مونديال 2022 على أرضه وشهدت الأياد العاملة على مشاريع المونديال ما شهدته من انتهاكات واسعة لحقوق العمال أودت بحياة أكثر من 1200 عامل فما تقوم به قناة الجزيرة القطرية يتمحور حول دفع الغالي والنفيس من مبادئها ومهنيتها المزعومة في مقابل الدفاع عن النظام القطري ودحض أي صوت وإن كان أكاديميا يناقش أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والإرهاب في قطر